السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض ومدارس الوطن العربي أهلا بكم عزيزي الطالب اليوم سنرحب سويا بجدول ضرب جديد إنه الضرب في واحد أحسنتم إنه الضرب في واحد اليوم سنتعرف على جدول الضرب في واحد دعونا الآن نعدوا واحدات نعدوا واحدات صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم إن العد واحدات بسيط جدا وجدول الضرب في واحد أيضا ممتع وبسيط لنقم الآن بعرض بعض جداول الضرب في واحد هيا سويا جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب سأبدأ بجملة الضرب ثلاثة ضرب واحد جملة الضرب ثلاثة ضرب واحد من بعض جمل الضرب في واحد في جدول الواحد سنقوم بكتابة خطوات الضرب لهذه الجملة أنا متأكدة أنكم ستجدونها سهلة وممتعة ثلاثة ضرب واحد أنا في جدول الواحد أنا في جدول الواحد أليس كذلك يا أبطال؟ العدد الذي في المنتصف هو واحد إلا أنا في جدول الواحد العنصر المتكرر هو واحد أما الثلاثة فهي عدد مرات التكرار عدد المجموعات كم مرة سأكتب الرقم واحد؟ سأكتب الرقم واحد ثلاث مرات واحد زائد واحد زائد واحد ثلاث مرات الرسم كم مجموعة سأرسم؟ نعم ثلاث مجموعات سأرسم ثلاث مجموعات وفي كل مجموعة عنصر واحد فقط انظر معي إلى الرسم لقد قمت برسم ثلاث مجموعات في كل مجموعة عنصر واحد فقط رسمها سهل وبسيط خطوة الكتابة كم واحد لدي في هذه الجملة؟ جملة الضرب ثلاثة ضرب واحد كم واحد لدي؟ إنها ثلاثة واحدات ثلاثة واحدات لأني قمت بالعرض واحدات ثلاثة واحدات لنركز حتى نحل بشكل صحيح في الجداول مرة نعد اثنينات مرة ثلاثات مرة أربعات مرة خمسات مرة عشرات أما الآن فأنا أعد واحدات أركز في الجدول الذي أقوم بالحل عليه ثلاثة واحدات جملة الضرب نفسها ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة ضرب واحد كم يساوي؟ ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة ثلاثة لنعد معا واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة إذن ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة جدول الضرب في واحد سهل جدا بأننا نستنتج بأن أي عدد أضربه في واحد يعطيني العدد نفسه ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة العدد نفسه ثلاثة ضربتها في واحد ستعطيني العدد نفسه خط الأعداد أقفز على خط الأعداد ثلاث قفزات بحسب عدد المجموعات بحسب العدد الأول ثلاث قفزات ولكن لا أنسى أني أعد واحدات بجدول الواحد أعد واحدات أبدأ بالصفر وأنتهي بالناتج بخط الأعداد أبدأ بالصفر وأنتهي بالناتج وتأكد من عدد القفزات صفر واحد اثنان ثلاثة ثلاثة قفزات لأصل إلى الناتج ثلاثة أحسنتم جملة الضرب أربعة ضرب واحد أنا في جدول الواحد سأقوم بتكرار الواحد أربعة مرات واحد أربعة مرات سأرسم أربعة مجموعات في كل مجموعة عنصر واحد فقط انتبه يا بطل إلى الرسم لقد قمت برسم أربعة مجموعات في كل مجموعة عنصر واحد فقط الكتابة أربعة واحدات أربعة واحدات لأنني أقوم بالعد واحدات أربعة واحدات في جملة الضرب أربعة ضرب واحد يساوي سنتجنا سابقا أن أي عدد نضربه بواحد يعطينا العدد نفسه أربعة ضرب واحد إذن كم يساوي؟ يساوي أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة أقفز على قط الأعدات أبدأ بالصفر وأنتهي بالناتج أربعة أربعة قفزات ركز يا بطل نحن الآن في جملة ضرب أخرى في الضرب في واحد خمسة ضرب واحد في خطوة الجمع المتكرر قمت بحلي خطوة الجمع المتكرر بهذا الشكل أكرر العنصر واحد خمس مرات في الجمع المتكرر العدد نفسه خمسة ضرب واحد يساوي خمسة وعلى خط الأعداد أبدأ بالصفر وأقفز إلى الناتج خمسة خمس قفزات أتأكد من عدد القفزات أتأكد من أنني أعد بشكل صحيح على خط الأعداد حسب الجدول الذي أنا فيه وأصل إلى الناتج أصل إلى الناتج أستنتج في جدول الضرب في واحد بأن أي عدد أضربه بي العدد واحد يعطيني الناتج العدد نفسه ستة ضرب واحد يساوي ستة أحسنتم سبعة ضرب واحد يساوي سبعة ثمانية ضرب واحد ثمانية ضرب واحد يساوي تمانية تسعة ضرب واحد يساوي تسعة عشرة ضرب واحد يساوي عشرة إذن أي عدد أضربه بالعدد واحد يعطيني العدد نفسه عزيزي الطالب واجب اليوم الخميس جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب لجمل الضرب التالية بخطوات الجمع المتكرر الرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد عزيزتي الأم الرجاء متابعة تسميع الجداول بشكل مستمر لعدم تراكم حفظ جداول الضرب على الطالب ولكم جزيلة الشكر